бой عملgriff وشيرج ، يتخ pedido قطت بإمكانكиной نرة أول�� الإير Навداول بإمكانك ضاعة قناة قاذب وفرح أمنا ل shiny منذ التحي score يجب أن أطفل ،لتدي شكرا للمنتخب المغربي وكل ساعدت سوف أبقى فالسلق أنا اصبح كثيرا معكم انكم ق ونتمنى انكم تديروا شي حاجة مهنا القدام وتخدموا كتر ما زال وتفرحونا كتر ما زال وانا كمغريبة قديما شجاعكم عماني من هبط منكم وشكرا لأي لعاب لعب في المنتخب وشكرا للوالد الرجال المدرب لانا كنتكره بزاف وشكرا للطاقة التقنية وشكرا لقزعوك شكرا لفدراسون كاملة شكرا لكم وخخصنا ولكي قم قود ديما معاكم واي واحد اي مغريبي بدك ينتاقد وبدك يثب المنتخب فعرف الهاتف كنتك ليس مغريبي لان المغريب دار انجاز بشهادة العالم كامل اول حاجة كنشكر المنتخب المغريبي كنشكره كمغريبي كنشكر هد المنتخب اللي شرفنا وشرفنا قدام العرب وقدام مسلمين وقدام العالم كامل شكرا هدي اول حاجة قدي نقولها مع الاسف خسرنا مع الاسف كنا كامل نحلموا بالكاس كنا كامل نبغي نهزل الكاس ولكن كتبقى كورة هادية ضيعنا بزاف ما نكتبوش ضيعنا وهذا البيت اللي هو اللي كانت ضرب علينا هو اللي هو اللي ديزاستابيليزا الماش باش نكونوا واقعين هو اللي خلا أعطى الأولوية المنتخب الفرنسي لأن ديما إلا التماكي عليك البيت في الليل فاعرف باللي فمتراد وكل واحد نسبة مئة وية كبيرة أن المنتخب الآخر هو اللي سيتحكم في الكرة هو هذا الشي اللي شفناه بنينا هجمات باش نكونوا واقعين بنينا هجمات ولمنتخب الفرنسي واللي لعب على الديفونس أنا عمرني شفت المنتخب الفرنسي كل العب على الديفونس تشوف هذا الماتش أنا تفرج بقي عليه ماتش دي المنتخب الفرنسي وقد نقلكه من 2018 هالديفونس اللي بناءه وراه بزاف قويل واحد درجة ما يمكنش لأن المدرب المنتخب الفرنسي قرر المنتخب المغربي مزيان وعرف اشنو يدير باش نكونوا واقعين لعبنا انبومات لعبنا بالروح شكرا لأسود الأطلس الشي اللي تقدمو لنا اننا موصلة للدور النصف النهائي صراحة دارني خاطري بزاف باش نكونوا واقعين واي مغربي ده بغي يكون دارو خاطر وده بقيلس يتفرجوا ليشي حاجة غي يكون دارو خاطر وكتحز بوحد احساس بحل بحل اكتئاب بحل واحد احساس ما نكتبوش باش نكونوا واقعين ولكن كتقول كتبقى رياضة كتبقى لعبة وكورة القادم وارد في كل شي انتمشوا اصلا الماش دي اللي بارح ما بين الارجنتين وكرواتيا ضربة كرواتيا بثلاثة قوي بزاف وعندها حارس مما قوي بزاف والضربة بثلاثة كتبقى كورة القادم كل شي وارد فيها المهم وانا اللاعبين دينا دارو اللي عليهم وكتر المدرب كاوكا دامي تالتا ودان اللي عليهم وكتر بزاف لاننا وصلنا هذا المواصل وكيف ما كنا كنشجعون في الرباحات ديالهم وكنا كنغوتو وكنخرجو وو المنتخب مغربي بغيتكم تتو مكان تجعوه تجعوهم ومخاسرين تجعوهم ومخاسرين ونعطيهم البوس باش يديروا في البطولات الجين نديروا شي حاجة ربقى جاي كوب دافريك باقي جاي كوب ديوموند في امريكا قدون ديروا في شي حاجة مادام احنا امننا بريوسنا حلمنا حلمنا اننا نهزو الكاس وما زال ربقى قدامنا بزاف دل الوقت كل شي ممكن فرنسا فهمتيرا يولا ارجنتين احنا اللعبوتش احنا التروازين بلاس مع كرواتيا واخد صراحة انا باش نجي ما مصوقش هدلوماتش حيتش اي مغريبي ده بغتسوله غتقولي وش غدي تفرج في كرواتيا والمغريب غديش يكون محمس باش يتفرج في الوماتش كيف ما غديكون محمس انه وتفرج في المغريب في الفينة باش نكونوا واقعي لان اي مغريبي كانك يحلم انه يدوز النهائي وش نبليك الاخ صراحة صراحة انا كمغريبي تزيرش من الداخل وكن نحس وما فرقة كفرقة كان مغريبي وصل لدنيف وكننا نحلمه من ديما نوصلوا لهذا الشي والحمد والله ربي ما خيبناش وكننا بغينا نطيحوا فرنسا لسبب واحد لسبب القيمة العربية لسبب الناس اللي كيدعمونا لسبب لافريك اللي يعاني كتعاني موحد عارف الكورة ما عنده تعالقة بالسياسة ميبغينا ذاك الفرحة تدخل لها فرقة كاملة هنتي بزاف عنا ولكن وخاكك عطيناه موحد اه اه اكين امل كبير وباصيس ان المغريب دير شي حاجة اللي عمر شي فرقة داتا وحنا ما كنا عتابرو راسنا كفرقة مغريبية احنا كنا عتابرو راسنا كفرقة عربية وتحيي يلقى اللعابة اللي كانوا يشوفوا هذا الفيديو فرقة مسلمة افريقية مسلمة افريقية كل شي من طرف طرف الطاقم التقني وتحيي كبيرة لسير رقراقي وهذا مساج لأي واحد بغير شي حاجة في حياته شوف رقراقي منواله تبارك الله وصل الفرقة جديدة سيد الله عمر لي الدار وبالعكس ندعموا المنتخب دياننا الدراري وبالتا واحد اللي كانوا يسبوه ونتقبلوا الخسارة بكل روح رياه ديان صراحة مكره هناش اننا نخرجوا نفرحوا نطبلوا وكنت كنقول انا تلخسرنا على ارجنتين ماشي مشكلة ولكن حكم الله سبحانه وتعالى ما عندنا ما نديره وقدر الله ما فعل ما شاء ما شاء افعل وان شاء الله ربحو را مزير را الاخوان لا بش نقول لكم را كان مزير بزيار وكان بغى يمسي لدار حيث را اي واحد را نلقاه را بنادم را را بزيار شوف كنا كنا حلموا الاخوان را داب بنادم باقي يقول واش بغى ما وصلنا للنصف النهائي راك يبقى حول ما داك الاخوان واحد القادية اللي كانت تغتتتعبر على البطولة دي الكوب منديال تتبطت تعبرا على حاجة واحدة روح وطنية اكتر فرق يعيش الروح الوطنية الحمد لله والله يدير شي تاوي